عالم جديد يناديكم وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة تنظم طاولة مستديرة لعرض الخطة الوطنية للاستجابة للعام الفين واربعة وعشرين موسيقى 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 مزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابية وزير عفن الاسكان والعمران والاستصلاح الترابية تفقدوا بمدينة روسو عدد من البرشات الفنية التي تجري بها الأشغال لإطار المشاريع البنيوية التابعة للقطاع موسيقى المركز الافريقي الفرنسي للدراسات الاستراتيجية ينظم في نواكشوت ندوة بعلوان الهجرة بين التوجس والطمأنينة موسيقى 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 مرحبا بكم مشاهدي قناة الموريتانية إلى مسايتنا لهذه الليلة نوبت وزارة الاقتصاد وتنمية المستديمة صباح اليوم طاولة مستديرة لعرض الخطة الوطنية للاستجابة للعام الفين واربعة وعشرين اجتماع يهدف لعرض مضابين هذه الخطة والاسهم في تعبئة الموارد من أجل تمويلها بهدف عرض الخطة الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية للسنة الحالية والاسهام في تعبئة الموارد اللازمة من أجل تمويلها تندرجع عمال الطاولة المستديرة التي تجمع القطاعات الوزارية المحنية بالاستجابة الوطنية وشركائها في التنمية نتغييم حاجات المساعدة الضرورية لتنفيذ الخطة الوطنية لاستجابة للعام الفين واربعة وعشرين ينبع هذه السنة من سياق أمني من غذائي وتغذوي صعب نسبيا بفعل وبنتيجة لتوزيع مجالي وغرفي غير مغاتي للأمطار خلال سنة الفين واربعة وعشرين ونجمع عن هذا وضع روحي مغرق في عدة مناطق البلاد وبرغم أن مستوى الإمدادات من شتات سلع القذائية ما زال مرضياً في جميع أنحاء التراب الوطني وبرغم من التراجع الكبير في نسبة التضخم هذه السنة الماضية إلا أن الفئات الهجرة ما زالت تواجه صعوبة في الحصول على المواد القذائية بأسعار تناسب دخلها صعب السعادة سيدات وسادة إن تغدير عدد الأشخاص والأطفال والمواشئة المستهدفة في خطة الاستجابة لعام ٢٠٤ والنتجة عن تغييم احتياجات الإطار المتناسق المعروف من كادر أرمونيجي للشهر نوفمبر ٢٢٣ وتغديرات وزاع التصروة الحيوانية كما يلي سيستفيد ٢٠٠٠ ألف شخص معرضون للعدام الأمن القذائي الحاد خلال موسم الصيف من التحولات النقدية الطارئة وسيستفيد مليون ومئة ألف شخص يعانون من العدام الأمن القذائي الحاد والمعتدل من توزيع مواد قذائية حتى لا يقعود حيات المزيد من الأشاشة القذائية وسيتم استداءة ٥٨٠ ألف طفلان يعانون من سوء التقذية وخمسة ألف امرأة حامل ومرضع ومرضعات يعاني من سوء التقذية من خلال الإجراءات العلاجية وسيتم تقديم المساعدة ١٢٨٠ ألف من الأطفال سقار السن والنساء الحوامل والموضعات من خلال مساعدة تهديف للوقاية من سوء تقذية وسيتم تقديم الأعلاف لـ ٢٠ ألف من رؤوس المواشي المعرضة من خلال بيع الأعلاف الماشية المدعومة وتقدر تكلف الإجمالي المتوقعة لخطة الإجتجابة الوطنية لعام ٢٢١٤ بما يعادل ٢٥٥ ألف أوقية جديدة أي ما يعادل ٥٨ مليون دولار أمريكي ومن إجمالي مبالغ التمويل يتعين تقديم عجز قدره ٦٣٣ مليون أوقية جديدة أي نسبة ٢٨٪ من المبلغ الإجمالي بحسب الاحتياجات المقررة للخطة يتم توزيع هذا العجز على النحو التالي ٤٠٪ لتوزيع المواد القذائية مجانا ٢٢٪ لتحويل اللات النقدية ٦٠٪ لمساعدات القذائية ١٪٠٪ من التنبؤ وتنسيق ومراقبة التنفيذ الاجتماع المخصص لعرض الخطة الوطنية للاستجابة لسنة ٢٠٢٤ شهد تقديم عرض من قبل المفوض المساعد للأمن الغذائي لمام عبداوة تطرق فيه إلى تحديد المستهدفين من خطة ٢٠٢٤ ٢٠٢ والوضع الرعوي وتوفير العلاف كما تناولت العرض التكلفة الإجمالية المتوقعة لهذا العام انطلقت صباح اليوم بالعاصمة نواكشوط عمل طاولة مستديرة حول تنفيذ خطة عمل المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة شاركوا في هذه الطاولة التي تسرف عليها وزارة الاقتصاد والتنمية المستدهمة الشركاء الفنيون والماليون للمرصد يلتأم هذا اللقاء في إطار طاولة مستديرة حول تنفيذ خطة عمل المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة وذلك بإشراف من وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة وحضور الشركاء الفنيين والماليين للمرصد إنكم مدعونا خلال برنامج هذا اليوم لمتابعة عرض عن خطة عمل المرصد للسنة الجارية مع حزمة من الأنشطة المبرمجة دمنها ولا يساورون شك أنكم تدركون ما للخطة المعروضة عليكم من أهمية بتفعيل المرصد وتمكنه من تأديته المهام المنطبه على الوجه الأكمل حيث أنها تخدم الأهداف التنموية الوطنية عموماً وكذلك الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية المستدامة التي صدقت عليها الجمعية العامة لأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2015 والمتعلقة بالمساواة وتمكين المرأة والفتاة رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة تحدثت عن حصيلة عمل المرصد والأهداف المتوخات من هذه الطاولة إن هذه الطاولة تأتي في إطار البحث عن الدعم التقني والموارد المالية المرصد من أجل تحسين أدائه وتحقيق أهدافه بشكل أفضل لا سيما من خلال التواصل مع النساء في الوسط الريفي لأجل إدراكهن بحقوقهن وتشجيعهن على ضرورة المطالبة بها لرفع الضرر وتحسين غروفهن في سبيل تعزيز حماية وترقية حقوق النساء والفتيات في بلدنا وكما تعلمون لا يمكن للمرصد أن يصل إلى أهدافه المرسومة ما دامت استقلاليته ناقصة وليس له ممثليات أو لجان دعم في معظم التجمعات السكانية التي تشكل النساء الأكثرية في الوسط الريفي وفي الولايات الداخل المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في بلادنا للا بيتر يحيا أكدت أن هيئتها ستواكب تنفيذ خطة عمل المرصد بالدعم المالي والفني منوهة بالجهود الكبيرة التي يبذلها المرصد لترقية حقوق المرأة وانفتات في موريتانيا وسيكون هذا اللقاء فرصة لمتابعة عروض مشفوعة بنقاشات تفاعلية بين المحاضرين والمشاركين بهذه الطاولة حول خطة عمل المرصد أدى وزير الإسكان والأمران على استصلاح ترابي صباح اليوم زيارة تفقد وطلع لعدد من الورشات الفنية التي تجريبها الأشغال في أطار المشارع البنيوية التابعة لقطاع الإسكان بحطة زيارة شملت الملعب الرياضية قيد التشهيد ودار الشباب والإعدادية رقم واحد والمعهد العالي للتعليم التكنولوجي في مدينة روسو زيارة وزير الإسكان والأمران والاستصلاح الترابي لمدينة روسو استهل لها رفقة والد رارزة والوفد المرافق بتفقد الأشغال الجارية في مشروع بناء ملعب الرياضي في الحي الواقع عند الكلومتر السبعة من مدينة روسو حيث عين الوزير المراحل الفنية التي وصلت إليها الأشغال سواء تعلق الأمر بالتهيئة النجيلة أو بالمرافق الرياضية الأخرى وعلى بعد أمتال من الملعب زار وزير الإسكان والوفد المرافق المبنى الجديد لدار الشباب قيد التشهيد وهو مشروع يدخل ضمن مكونات دعم البنى التحتية لقطاع الثقافة والشباب والرياضة يضم هذا المبنى قاعة كبرى للعروض والملتقيات مع أجنحة أخرى وأقسام تتقدم الأشغال في معظمها بعد ذلك تفقد الوفد الأشغال الجارية في توسعة إعدادية روسو رقم واحد واستمع هنا إلى شروح فنية من المشرفين على العمل ومن طواقم التدريس الذين أكدوا حاجة هذه المؤسسة العتيقة إلى ترميم وتوسعه لتخفيف الاقتضاء الحاصل داخل أقسام هذه الإعدادية وزير الإسكان والعمران والإصلاح الترابي سيد أحمد محمد ووالد تلارزة محمد أحمد برود تجول أيضا رفقة الوفد المرافق بين ورشات العمل التي تواصلوا فيها الأشغال داخل محيط المعهد العالي لتعليم التكنولوجي بروسو هنا أكد الوزير أم المقاولين على دورة الحرص على الجودة والإتقان وعلى الالتزام المطلق ببنود الاتفاق المبرم في دفتر الالتزام الموقع بين مؤسسات المقاولة ورب العمل نحن اليوم في ولاية رازة عاصمة روسو زيارة التفاقد والطلاع لبعض المشاريع التي شرفت على تنفيذها القطاع الإسكان والعمران والطلاح الترابي فيها ثلاث مكونات مكونات اللولة عن التعليم الأساسي والثانوي مكونات من زيارة الأعمال الجارية تكميلة بعض الأشغال التي كانت متأخرة في الإعدادية روسو المركزية كذلك طلعنا على مشاريع تتابع القطاع الشباب والرياضة الملعب في القطاع العمود السبعة وكذلك دار الشباب وحالا مركز في المعهد العالي التكوين التكنولوجي في روسو اللي فيه توسعة مهمة جدا جدا لأنها لا يتزيد القدرة الاستيعابية بالنسبة للطلاب في ذلك اللي ينقال له أقسام التعليم مثلا الأقسام والمدرجات وكذلك في الطلاب اللي ساكنين داخل السكن في المعهد لأننا عرفوا كاملين فيه مشاكل الحمد لله بالنسبة للقطاع الشباب والرياضة الأشغال أشرفت على النهاية وبالنسبة للتعليم العالي والتعليم الثانوي الأعمال المتقدمة الحمد لله أعتقد أنه هذا لا واحد من الأدلة البسيطة على المجهود اللي قام به فخامة رئيس الجمهورية والحكومة بقيادة الوزير الأول على مستوى الإشاءات في مدينة روسو اللي عرفت العديد العديد من المشاعات منها المجلس الجهوي منها أستاذ رمضان منها عشرات المدارس اللي في مختلفة نحاق الولاية هون انتهز هذه الفرصة نشكر السلطات الإدارية والتخابين على مواكبتهم ونحث المقاولين المشرفين على الأشغال على أنهم يكملوهم في الأجال وبالمواصفات المطلوبة في كل هذه المحطات كان الوزير حريصا على الاستماع من المهندسين إلى التحديات التي تواجههم في الميدان مع حثهم على الإسراع في تنفيذ الإشغال احتراما للأجال المحددة مختار بابا الحمد قناة الموريتانية مدينة روسو طلقت مساء اليوم النسخة الأولى من الأسبوع الوطني للثقافة والشباب والرياضة البدرسية ويدخل هذا الأسبوع في إطار جهود الدولة الهاتفة لتثمين الثقافة الوطنية في تنوعها والنهوض بالشباب والرياضة والتثمين الموروث الثقافي وفقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني ويهدف هذا الأسبوع إلى تعبئة الشباب مختلف مقاطعة الوطن حول القضايا الراهلة وتعسيز قيم المواطنة وثقافة السلم واللحمة الاجتماعية والتمسك بالقيم النبيلة لمجتمعنا وللمزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الملعب البلدي في مقاطعة تجنين وفدنا إلى هناك محمد والبديد محمد ضعنا في الصورة العامة لانطلاق الأسبوع الرياضي للشباب والثقافي طبعا شكرا لك ناجح تحية لمشاهدنا الكرام وحييكم هنا من الملعب البلدي في مقاطعة تجنين المعروف بملعب ملح الناجح على الصح ستنطلق الليلة لم تنطلق حتى الآن ستنطلق هذه الليلة فعاليات الأسبوع الوطني لثقافة والشباب ورياضة المدرسية طبعا ستنطلق في وقت متزامن هنا من ملعب ملح على جميع عموم تراب الوطني هذا الأسبوع في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب ورياضة والعلاقات مع البرلمان نظرا لجدوائية الأسبوع الأول والنسخة الأول وما حققته من نتائج كبرى خاصة بالنسبة لهذه الهامة فيئات الشباب والتي تعتبر تتعرض لكثير ومعرضة لكثير من المخاطر لذلك هذا الأسبوع سيمنح المشاركين فيه من مختلف الشباب في ربوع وطنين العزيز حلقات نقاش سيناقشون خلالها التحديات والخطاب الكراهية وكذلك مختلف المخاطر التي تهدد الشباب كالقلو وكالهجرة وكالاستخدام غير الآمن لشبكة الإنترنت وكذلك إضافة إلى عرض موروثنا الثقافي وكذلك اكتشاف المهارات الشبابية مثل هذه الأسابيع مثل هذه التظاهرات زمير الناجح تبرز وتهر من خلالها الشباب يتمتع بكفاءات عالية في تخصصات مختلفة سواء الفن أو المسرح أو الرسم كذلك تهدف إلى تعزيز اللحمة الاجتماعية من خلال جلسات النقاش التي تمثل فيها الشباب ويحضر فيها الجميع بكل عراقه بكل فئاته لنقاش تلك القضايا التي تهم الوطن الوطن الواحد موريتانيا وهذا طبعا هدف كبير يسعى قطاع الثقافة والشباب والرياضة من خلال هذه النسخة إلى إبرازه وإلى تحقيقه على أي حال الليلة هنا في ملعب ملة حيث ستجري بعد قليل الانطلاق الرسمي لهذا الأسبوع بإشراف مباسر من قطاع الثقافة والشباب والرياضة طبعا الافتتاح الرسمي سيكون بعد قليل هناك ربما خطابات رسمية خطاب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الثقافة والشباب الرياضة وكالة خطاب كذلك للأمينة العامة وعمدة بلدية جنين وكذلك رئيس جهات نواكشوت برضافة إلى عرض المشاركين الملعب الليلة يحمل مشاركين من مختلف مقاطعات نواكشوت التسع إضافة إلى أن هذه اللحظة الآن توجد في كافة ولاياتنا الوطنية وفي هذا الوقت متزامن الشاشات التي يتم عرضها هنا في ملعب ملح تظهر عليها صور من مختلف ولاياتنا الوطن الأخرى من قيد ماقى من أدرار من أزولات وهذا يؤكد على أن هذه التظاهرة ستنطلق في وقت واحد وعلى أن الأهداف المرسومة لها والتي يرجو قد تتحقق سترتسم بحول الله والصورة الليلة كما تلاحظون والجو العام صورة مشرفة صورة لموريتانيا مسقرة هنا الليلة في الملعب البلدي بمقاطعة جنين قناة الموريتانية كانت حاضرة وستظل حاضرة من خلال نقل هذه الفعاليات مباشرة على الهواء بعد هذه النشرة بحول الله وكذلك مواكبتها ونقل وتقطيتها تقطية حية خلال نشرات الأخبار هذه هي الصورة العامة زميري ناجح حتى هذه اللحظات شكرا جزيلا لك موفد قناة الموريتانيا إلى الأسبوع الوطني للثقافة والشباب والرياضة المدرسية من إلى الملعب البلدي في توجنين طبعا مثل ما شار الزميل محمد البديدي سنقوم بتغطية الانطلاق الرسمي لهذا الميرجاب أما الآن سنعود إلى المساعية ترأس وزير الداخلية إلى مركزية محمد أحمد المحمد لمين الأحد الخامس والعشرين فبراير الفين واربعة وعشرين اجتماع اللجنة المشكلة أو المشكلة من الوزارة وأحزاء باتحاد قوى التقدم وتكتل قوى الديمقراطية والانصاف وأعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عنها وخلال اجتماع صادقة اللجنة الإشراف على جدولة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الميثاق الجمهوري المقدمة من طرف اللجنة الفنية وذلك بعد استكمال الاتصالات التي قامت بها الأطراف الموقعة على الميثاق مع الأحزاب السياسية ومتوقيع على الوثيقة بتاريخ الواحد والعشرين سبتمبر من العام 2023 قد عهدت لجنة الإشراف للجنة الفنية بالقيام في أسرع الآجار باتخاذ التدابير اللازمة المحضرة لانطلاق الورشات المتعلقة بالمواضع المدرجة في الميثاق حسب الجدولة المعتمدة علق كل من وزير البترولي والمعادن والطاقة ناطقي باسم الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الزراعة في مؤتمر صحفي عقدوهما سامس على نتائج اجتماعي مجلس الوزراء ملخص لأبرز ما تنابله المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة يستعرضه التقليل التالي صادقة الحكومة في اجتماعها الأخير على جملة من مشاريع القوانين والمراسم والبيانات طالت عديد القطاعات الحكومية والتناول المؤتمر الصحفي لسوعي للحكومة البيان المتعلق بوضعية السدود المنشزة من طرف وزارة الزراعة في الفترة 2019-2023 استعرضه وعلق عليه وزير الزراعة بالنسبة لعزي السدود نختار بعض نأكد أولا فإلا أن فخامة رئيس الجمهورية فتع عهداته للمجتمع الموري ثاني مدة هذه المؤمورية لو لا تعهد بعد أنه لا يعدل تقريبا لا هي نجزو ستين ست وفي الوقت نتكلم لكم الإنجازات اللي فاتوا واللي عادوا الحمد لله مستقلين من طرف المواطني مية واربع سدود باتوا استلموا له لهم وفات العمل عاد يبدأ فيهم واستقلالهم أبدأ وفيه أيضا تسع سدود هانية قيدة الإنشاء واحد منهم ترحجروا الأساس فخامة رئيس الجمهورية في زيارة الميمونة اللي عدل على مستوى ولاته في إطار مهرجان مدن التراث اللي هو السد ولاته ولا هين أكتلكم بعلنوا في الوقت لنتكلم لكم وفا الحمد لله فيه أيضا سدود أخرى من ضمن هذا السدود اللي قلتلكم اللي فيهم سد ولاته كيف سد فيله اللي أعطيت انطلاقة هذا السدود مناسبة عيد الاستقلال ثالث وستي بأمرنوا فخامة رئيس الجمهورية وعطيتم السد فيله السد الحمد لله اللي هون يعرفه سد كبير سبعمائة أكتاع وفيه أيضا سدود أخرى كيف سد شرقة الناقو كيف سد ياسر بعض من السدود تقريبا تسعة سدود إلى عشر على مستوى الوطن وبارك معاه والعمل فيه متقدم مهرجان ميستعرض وفير التعليم العالي وفير التعليم وفير التعليم العلمة الملساة ثم يجب على مستوى الناقو ومن بين الردود والزير البتولي والطاقة والمعادن الناطق بسم الحكومة رده على سؤال بشأن ما يشاع حول اتفاق الهجرة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة ما نخطر رجع ليه باللي فتجاود فيها قلت انهارت عند اللقط العليا كامل أنا ما نفاهم هدفه يكون تخويف المواطنين به اللي هو موخال الأخ في الحالة أنه يطرح لي السؤال قال لي تومة قالت صحيفة فرنسية أنكم عدلتوا اتفاقي اللي انت لا رجع البيان يقول قالت صحيفة أنكم تسعوا حد يطرح باله الأمور السعي ما معناها التسجيل الاتفاقي ونحن نسعى الاتفاقية مع أي إنسان فيها مصلحة مولتان دون عدلوه يا غير شي ما خلق ما خلقوا تو ونحن فعلا ولهن علل قلت كانت عندنا الاتفاقية 2003 مع المملكة الإسبانية بلصفها دولة مجاورة وهذه الاتفاقية نحن ارتقينا بعد 20 سنة منها أعلنها ما ثلاث متوازنة وبالتالي طلبنا إما إلقاها أو تحيينها قدم سعادة السفير سيد الدمار في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق أوراق اعتماده لفخامة الرئيس السوري بشار لاسد وصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولقال سعادة السفير في اللقاء الذي خصه به الرئيس السوري تحيات فخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد الشخ العزواني وتمنياته بمفور الصحة والسعادة له شخصيا وبالتقدم والزهار للشعب السوري الشقيق كما أكد طبعا السفير استعداد موريتانيا لتطوير علاقات التعاون بين البلدين بما يختم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين دوره حمل فخامة الرئيس السوري سعادة السفير نقل تحياته إلى صاحب الفخامة السيد محمد الشخ العزواني وتمنياته بمفور الصحة والسعادة له شخصيا وبالتقدم والرخاء للشعب الموريتاني الشقيق حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين السوريين نظم المركز الإفريقي الفرنسي للدراسات الاستراتيجية مسامسي في نوارشوط ندوة بعنوان الهجرة بين التوجس والطويرين ندفه هذه الندوة إلى مناقشة أسباب الهجرة من وإلى بلادنا المركز الإفريقي الفرنسي للدراسات الاستراتيجية ينظم ندوة تحت عنوان الهجرة بين التوجس والطمانينة للبحث في قضايا الهجرة المطروحة وذلك بحضور المفوض المساعد للأمن الغذائي والأمن العام لوزارة الداخلية ومهتمين بهذا المجال من سياسيين ومفكرين ونشطاء في المجتمع المدني للبحث في قضايا الهجرة من وإلى موريتانيا لطمانة الجميع حول هذا الواقع الذي أصبح معاشاً اليوم في عالمنا هون بلد مضياف للشعوب الدولي اللي حذاها وبدأت هذا اللجوء من 1996 جاءوا هون أمواج الموريتاني وتم استقبالهم وتم إيواءهم وفيهم اللي رجع إلينا هدئة الظروف وفيهم اللي تم لا لاجئ به اللي تم لا عنده الظروف خاصة ما قد يرجع وانزادت عقب ذاك بها عدم الاستقرار السياسي اللي خلق في هذه السنوات الأخيرة وموريتاني هذو اللاجئين توفروا لهم ياسر من الأمور الحمد لله اللي هو مراكز الإيواء واللي هو الغذاء واللي هو ملي وسائل الإقرار اللي هي الصحة والتعليم إلى غير ذلك أليات اتخذتها الجهات المعنية من أجل المحافظة على السكينة العامة وضبط كل ما يتعلق بالهجرة وهو ما يدخل ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقعت بلادنا عليها التداول ما هو السر في الناس كاملة يقير من اللقاء في مرواية بعد غريبة وعجيبة هي ذي الناس اللي قال لنها لا يتجي هي بعد من يتجي ما لا يتعود قنوط لا بدها لا يتعود مبنية لها مراكز ولا بدها لا يتجي في طيائر ولا تجي في قوارب ولا بدها لها تنشاف وإذا لم يكن هناك شيئا لا يدرك وإذا بعدنا ما شرنا بوادر ولا شرنا لش والوقت لنتكلم لن يدخل في قعدة ولا نعد للمركز الليواة لا نعد للمركز واحد الليواة لا نعد للمتكلم عن اللاجئين ذكروا وآخر في التكلم عنه يعني أعين عليه إيواء المهاجرين غير الشرعيين خالق مركز كان في المواذب وذلك النهار هذا المهاجرين غير الشرعيين وجوا المواناة نحن باليوم البعض منهم يأتي الموانئ نحن في الفترة الأخيرة خاصة ويأتي البلادات على الشاطئ ويأتي المهربين التي نحن نحاربه هي محاربة الهجرة حاربت المهربين والمتاجرين بالبشر يتاجروا بالمقدرات والأسليحة ويضروا الأمن بعض الأحيان يأتيهم في الليل ويعود الأضواء وتعود المحيط ويقولون لهم هذه أوروبا ويزرقوهم عنهم بتمماشي لأن يزرقوهم ويأتي لهم مراكز الهيواء عدوا لها بدانا ننقلوهم مثلا نبشوا بيهم وهو قد يعد مفصولهم بعض بليديوها وفيه بينهم انداروا بصماتهم على البيومترية وينتقلوا وما إلى ذلك وذا صعب على جهزتنا العسكرية والأمنية والإدارية بهالي مراكز لي واقع ما هي خالقة الاهتمام بهذا النوع من الموضوعات والتوجس منها شعلها محل نقاش من قبل المفكرين والجهة الفنية لإشفاعها بالحلول التي يرونها مهمة في هذا الإطار إن موريتانيا والإتحاد الأوروبي متضرران من قضية الهجرة غير الشرعية موريتانيا باعتبارها معبرا والإتحاد الأوروبي باعتباره وجهة لذلك من الطبيعي أن يتعاون من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة إن هذا الإطار يشرح مدى التزام السلوطات الموريتانية بتعحداتها الدولية من خلال احترام كل الاتفاقيات والموازيق التي وقعت عليها لكنه أيضا يوضح حجم مسؤولية الحكومة الموريتانية أمام هذا الموضوع شهدت الندوة مداخلات تنبعت بتنبع عراء المشاركين لطرح قضايا المهاجرين الموريتانيين ومعاملتهم في البلدان التي تأويهم حاليا وقضايا الهجرة الأخرى وما ستتخذه البلاد مستقبلا في هذا الموضوع نودع زميلة التي رفقتنا فيها الجزيمة المساية بلغة الإشارة الزميلة عيشة علي نظمت وزارة الإسكاين والعمران والاستصلاح الطرابي ملتقا تحضيريا للاستراتيجية الوطنية لتأطير التقري يدف الملتقى إلى وضع استراتيجية وطنية للقضايا على التقري الفوضوي طالما شكل التقري العشوائي معضلة في وجه التنمية المحلية لذا تحاول وزارة الإسكاين والعمران والاستصلاح الطرابي وضع خطة لرفع هذا التحدي عن طريق ملتقى انطلاق أعمال الاستراتيجية الوطنية المؤطرة للتقري والتي تشارك فيها عدة قطاعات وزارية ومكاتب دراسات لسد الاختلالات التنموية وفق خطة محكمة تقرر إعداد استراتيجية وطنية مؤطرة للتقري ستمكن من تزويدنا بنعطيات الدقيقة حول واقع التقري وستقترح التوجهات الاستراتيجية وبرامج العمل الملائمة نظرا لأهمية هذه الاستراتيجية حرصنا على إشراك مختلف القطاعات الوزارية المعنية بإشكالية التقري في مصاري إعدادها حيث نلتقي اليوم لإطلاق عملية إعداد استراتيجية التقري ونعول عليكم في تسهيل جمع المعلومات لكي نتمكن من إعداد هذه الوزيقة المهمة في أفضل الظروف ونأمل أن يكون هذا اللقاء مناسبة لنقاش بناء سيمكن المشاركين من فهم ظاهرة التقري في بلادنا أكثر من ثمانية آلاف قرية عشوائية تنتشر بمختلف أطراف الوطن نصف هذا الرقم تقريبا يوجد بولايات الحوضين الشرقي والغربي والعصابة أنشأت الحكومة عدة تجمعات قروية وتحاول من خلال هذا الملتقى إيجاد حلول أكثر نجاعة عبر ثلاث مراحل المرحلة الأولى تقديم حصيدة متكاملة بما هو موجود والمرحلة الثانية تحديد التوجهات الاستراتيجية للدولة أما في المرحلة الثالثة فيتم اقتراح برنامج عمل في إطار قانوني منظم للإستراتيجية التي ينتظر أن تجد حلولا مناسبة لراحية التقر الفوضوي محمد عمر بن لول الموريتانية بدأت الصباح اليوم في العاصمة واكشطة أشغال ورشة حول السبل الكفيلة بترقية إشراك النساء والفتيات في جميع مستويات اتخاذ القرار كما ترمي هذه الورشة إلى ترقية إشراك النساء والفتيات في مؤسسات وآلية الوقاية من الصراعات وتسييرها ترقية إشراك النساء والفتيات في جميع مستويات اتخاذ القرار في مؤسسات وأليات الوقاية من الصراعات وتسييرها كان الهدف الأساسي من هذا الملتقى الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتنمية المستديمة ويتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنفيذ الجراءات المناسبة من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستديمة وكالة بيّن المكانة التي توليها السلطات العليا للمرأة قد سهرت بلادنا من فترة على التنفيذ إجراءات مهمة لتعزيز مكانة المرأة والفتاة وحماية حقوقهما وتمثل ذلك على وجه الخصوص في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار ومحاربة الممارسات الاجتماعية السلبية الموروثة إن تحقيق هذه المكتسبات ما كان ليتسنى لولا إرادة فخامة رئيس الجمهورية المتمثلة في إشراك المرأة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالفعل فقد برهنت المرأة المفتنية على جدارتها واستعدادها لتحمل مسؤولية الجسيمة المترتبة على ثقة ورعاية السلطات العليا في الدولة وذلك من خلال الانخراط في التحصيل العلمي والمشاركة في النهوض للمجتمع وحمايته والدفاع عنه إن المشروع الذي نحن بصدد إطلاقه الآن سيتم تنفيذه في إطار قرار المتحدة 1325 لسنة 2000 الذي يركز على دور المرأة في مجال السلام والأمن عبر مشاركتها في صنع القرار في هذين المجالين الحيويين على جميع المستويات منسقات صندوق الأمم المتحدة للسكان في بلادنا نازيا شوتيا ألقت كلمة أبرزت فيها أهمية هذا اللقاء وما سيتم خلاله من نقاشات تتعلق بالسبب الكفلة بتمكين النساء والفتيات وإشراكهن في صنع القرار مشيدة بمستوى التعاطي الإيجابي الذي تقوم به الحكومة الموريتانية في هذا المجال مبدية استعداد الصندوق المم المتحدة للسكان لمساعدة موريتانيا في تنفيذ القرارات والبرامج المرتبطة بهذا الشأن وقد تابع الحضور عروضا تطرقت للآليات التي سيتم اتخاذها من أجل دعم إصلاح القوانين والمؤسسات لتعزيز المساواة بين الجنسين يعقوب لصوفي الموريتانيا نوام اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مسام سيفن وعشوت ندوة بعنوان غزة تستغيث وخلال هذه الندوة بيّن المتدخلون ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تنكيل وقتل ممرهج وتجير قصري واضطهاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مرأة ومسمع من العالم وأشهد المتدخلون بالدور الذي تلعبه بلادنا في الصدد قيادة وشعبا وطالبين بضرورة حث الشعوب العربية والإسلامية على تكثيف الدعم بكل أنواعه المقاومة الفلسطينية التي تكبد العدو الخسارة والأخرى وأكد المتدخلون من الجالية الفلسطينية في بلادنا أن المقاومة الفلسطينية تقدمت وتقدم في ميادين القتال ما يؤكد ثبات الموقف والإيمان الراسخ بالقضية شهدت الندوة مداخلات شعرية ركزت في مجملها على رص الصفوف والشجب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من قتل وتدمير وتهجيرها نظمت رابطة الموريتانيين خريجي الجامعة والمعاهد بجمهورية الصين الشعبية أمس حفلا بمناسبة تنصيب المكتب التنفيذي الجديد للرابطة بحضور السفير الصيني بن واكشوت وأعضاء الرابطة وبعض المنتسبين لها رئيس الجديد للرابطة ياربان الحسين الخراشي تعهد بالعمل على تعزيز دور الرابطة من خلال الدفاع عن حقوق الخريجين عضاء الرابطة والسعي إلى تحقيق طموحاتهم المشروع وكذا البحث عن فرص التبادل الدراسي بين البلدين وتوفير المنح والتكوين والتدريب للعضاء والعمل على تعزيز تعاون بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية دوره أكد سفير الصيني في بلادنا ليبيجين حسن العلاقات بين موريتانيا وجمهورية الصين الشعبية مذكرا بالتعاون المثمر الذي يربط البلدين وأكدت المداخلات التي شهدتها هذه التظاهرة المضية قدما بالعلاقات بين البلدين في كافة المجالات أصلوا إياكم الآن مشاهدين العزاء إلى صفحة الأنباء الدولية لكن بعد هذا الفاصل نفتتح الأنباء الدولية بقضية القضايا القضية الفنسطينية حيث يواصل احتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة حيث ارتكب اليوم مزارة مروعة راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وإصابة أكثر من مئتين وخمسين آخرين كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالية القطاع وكذل المتحدث باسم وزارة الصحة أن الإصابات تركزت في الأجزاء العلوية من الجسم ما يدل على استهداف متعمد للمدنيين الفلسطينيين أضادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشاد خمسين فلسطينيا وإصابة أكثر من مئتين آخرين في مجزرة قرب دوار نابلسي شمال قطاع غزة بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين يرتضرون الحصول على مساعداته وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة المروعة مع سبق إصرار في إطار الإبادة الجماعية لأهالي القطاع حيث كان يعلم بوصول الضحايا إلى المنطقة للحصول على مساعدات لكنه قتلهم بدم بارد كما وصل عدد من الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي على دير البلح وسط القطاع وأظهرت صور تكدس الجذامين على أرضية المستشفى لعدم وجود أماكن بمهلاجات الموتى وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 30 ألف منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي بينما تستمر القوات الإسرائيلية بشن غارات عنيفة على مناطق عديدة في القطاع في هذه الأذناء قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده يواصلون عمليات عسكرية في منطقة حي الزيتون شمال قطاع غزة وذكر الجيش أن قواته تواصل عملياتها في مدينة خان يونس جنوب القطاع وأنها ضمرت ما وصفها بالمنى التحتية هنا وفي المقابل قال مصدر قيادي في كتائب القسام الجناخ العسكري لحركة حماس إن الكتائب تدير المعركة في حي الزيتون بكل قوة واقتدار وتوقع خسائر فاتحة في أليات جيش الاحتلال وضباطه وجنوده وأضاف المصدر القيادي أن المعركة في حي الزيتون كانت متوقعة وفقا لمعلومات ووثائق استخبارية تمكنت القسام من السيطرة عليها من جيش الاحتلال وأكد المصدر القيادي في القسام أن خسائر الاحتلال في حي الزيتون كبيرة وأن المعركة ما تزال جارية خلف وعلى خط التماسي معه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ودول الغربية من أن تهديداتها لبلاده تثير خطرا فعليا لشأن النزاع نووي مؤكدا أن موسكو تمتلك أيضا أسلحة يمكنها ضرب أراضي تلك الدول وضح بوتين في خطابه السنوي أنه على الغرب إدراك أن روسيا لديها أيضا أسلحة قادرة على الوصول وإصابة أهداف على أراضيهم وأن كل ما يبتكره الغرب يخلق خطرا فعليا للنزاع باستخدام الأسلحة النووية مشترا لأعتقاده أنه من المهم لبلاده تعزيز علاقاتها مع البلدان العربية ودول أمريكا اللاتينية فبين الرئيس الروسي أن موسكو مستعدة للدخول في حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجي فكنه أكد رفض أي محاولات لإجبار بلاده على الدخول في مثل هذه المحادثات على صعيد حربه في أوكرانيا قال رئيس الروسي إن القدرات القتالية للقوات المسلحة الروسية ازدادت بشكل كبير وإن جيشه عزز قدراته القتالية وهو يتقدم بثقة عبر مختلف الجبهات وفق تعبيره ختام المساية تذكير كالمعتاد بعناوينها البارزة مزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة تنظم طاولة مستديرة لعرض الخطة الوطنية للاستجابة للعام 2024 مزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي يتفقد بمدينة روسو عدد من الورشات الفانية التي تجربها لشأن بإطار المساريع البنوية التابعة للقطاع المركز الفريقي الفرنسي للدراسات الاستراتيجية ينظم في نواكشوت ندوة بعنوان الهجرة بين التوجس والطموانين بعد قليل تتقون بحول الله الزميل محمد فعلا سيدينة في نشرات الولايات شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة